السلام على صدرها وبلغنا إلى قول الله جل وعلا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها هذا مما تكرر في القرآن وتثنى أن الله عز وجل يقرر البعث بالخلق الأعظم في مقابل الخلق الأصغر كما في سورة ياسين أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلأ وهو الخلاق العليم وفي هذه الآية أأنتم أشد خلقا أي في عظمه وفي إعادته أم السماء بناها الذي خلق ما هو أعظم منكم لا يعجزه ما هو أقل من هذه العظيم من هذه العظائم من مخلوقاته بناها ربي جل وعلا ومن بديع بنائها أنه جعلها بغير عمد الله رفع السماوات بغير عمد ترونها وجعلها سماء فوق سماء فوق سماء ولنعظم هذا الخلق من هذا الخلاق سبحانه ما جاء في حديث الأوعال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين الأرض إلى السماء مسيرة خمسمائة عام وكثف كل سماء كثفها يعني سمكها مسيرة خمسمائة عام وما بين السماء الدنيا إلى السماء الثانية مسيرة خمسمائة عام إلى السماء السابعة هكذا وما بين السماء والسابعة بحر ما بين أسفله وأعلاك ما بين الأرض والسماء أي مسيرة خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا تخفى عليه منكم خافية سبحانه لا إله إلا هو رفع سمكها سواها ربي رفعها بغير عمد وجعلها ممسوكة بغير عمدان نراها وهو الذي سواها على هذه التسوية فجعلها سبع سماوات وتحتها سبع أراضي الأرض خلقت قبل السماء لقول الله جل وعلا ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض اتيا طوعا أو كرها قالتها أتينا طائعين والدحو للأرض بعد السماء وهذا من شواهد ودلائل وحدانية وربوبية سبحانه وتعالى فلا يعجزه الخلق الأعظم فكيف بالخلق الأصغر أغطش ليلها أي أظلمه وجعله كالحا حتى ينيره إما بقمر مضيء أو بنجوم من زاهرات مضيئات وأغطش ليلها وأخرج ضحاها فالضحى وهو أوضح ما يكون في النهر والليل الأسود البهيم جعلهم الله جل وعلا متقلبين بحركة الشمس فإذا غابت الشمس أقبل الليل وإذا ظهر نور الشمس بدأ اليوم وقد أمرنا في شريعتنا أن نعتبر بمسير الشمس في اعتبار الأيام واعتبار مواقيت الصلاة وبمسير القمر باعتبار الأشفر والأعوام فالعام الذي تجب فيه الزكاة هو العام الميلادي ولا الهجري الهجري الذي ينقص عن الميلادي أحد عشر يوما ونيف واليوم الذي يصام هو اليوم بطلوع الشمس من طلوع الفجر الصادق والفجر الصادق هو ظهور نور الشمس في الأجوى قبل قرصها ظهوره من قبل المشرق في الأجوى ثم لا يزال في الاتساع والانفجار حتى يستطيل شمالا وجنوبا ثم يذهب الظلام شيئا فشيئا ولهذا مع طلوع الفجر الصادق يكون في الأفق ظلمة وفوقها حمرة وفوق الحمرة البياض بياض الصبح هذه الظلمة ظلمة الأفق لا عبرة بها لأنها ما أسرع ما تضمح إلى غروب الشمس وهو مدى ومقدار صومك أيها الصائم فرضا ونفلا ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة غزات وهم صائمون وهي والله أعلم في مسيرهم إلى فتح مكة فإنه صام في السفر حتى بلغ كراع الغميم كراع الغميم بين الجموم وبين عسفان الآن أفطر يعني ثلاثة أربعة طريق أو أكثر وهو صائم صلى الله عليه وسلم قال وهم وهم في سفرهم لأحد الصحابة انزل فاجدح لنا ما الجدح خلط الماء بالسويق فقال يا رسول الله النهار قال انزل فاجدح لنا فنزل فما قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى إلى أين المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم أفطر يعني جاز له الفطر وأفطر أي أفطر فطرا حكميا يعتبر مفطر وإن لم يذق شيئا وهذا يكفي فيه نيته ذكر الله جل وعلا أنه دحى الأرض دحاها أي جعلها على هذه الصفة التي لا تميد ولا تضطرب بأهلها وجعل فيها أطنابها وهي الجبال وأرساها أخرج منها ماءها ومرعاها فمن هذا الدحو الذي كان بعد خلق السماوات والأرض أن جعلها مهيئة ميسرة مذللة أخرج منها الماء بهذه العيون الجارية والأنهار المتدفقة وما ينزل عليها من المطر فتجري به الأودية بقدرها تجري الأودية فيها بقدرها ومرعاها ما يأكل فيه البهائم وما تأكله يأكله الخلق من البشر ومن المكلفين يعدد الله جل وعلا هذه النعم وهذه الآلاء ليأوب الناس إلى ربهم فيوحدوه ويشكروه ويعبدوه ويعظموه وليكون كمن يؤذن الله جل وعلا كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل فهذا حديث قدسي إني وابن آدم في شأن عظيم أخلقوا ويعبدوا غيري وأرزقوا ويشكروا غيري وما أكثره في بني آدم من منغصاتهم ومهلكاتهم ومنقصات أو مذهبات إيمانهم متاعا لكم ولأنعامكم يمتعكم الله به والأنعام مسخرة لكم سخرها الله جل وعلا وهذا من إظهار نعمه وإفضاله وإنعامه على عبيده مرة بعد أخرى فإذا جاءت الطامة الكبرى الطامة سميت بالطامة لأنها داهية تطم ما قبلها وتنسي غيرها ووصفها بالكبرى لأن هناك طوام سبقت وهي صغرى من أشراط الساعة بأنواعها والهموم والغموم والزلازل والبراكين والتطاير والشوف لكن هذه الطامة الكبرى وسبق أن الله جل وعلا نوع في أسماء وأوصاف القيامة فهي الطامة وهي الصاخة تصخ الأذان والقلوب وهي الحاقة وهي الآزفة وهي القارعة وهي الغاشية في أسماء كثيرة في القرآن في نحو ثلاثين أسما مفردا كما سمعتم أو مركبا يوم الدين يوم الجزاء يوم الحساب يوم التناد يوم يتذكر الإنسان ما سعى إذا جاءت الطامة الكبرى وقامت الساعة تذكر الإنسان ما سعى هل كان ناسيا لا كان لاهيا وغافلا كان لاعبا ومسوفا ومؤجلا ولهذا من هؤلاء من إذا ظهرت الشمس من المغرب وارتفعت في كبد السماء ذهب يتوب من فجوره ويؤمن من كفره يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون كيف يتذكر الإنسان ما سعى ها يا بانمي ها ما في فرمته في ذهنه ما يتفرمت ذهنه تذكر الإنسان ما سعى يوم يخرج كتابه وقد أحصي عليه فيه عمله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فيا شقوة من لم يتذكر إلا ساعة إذن في يوم القيامة ويا حظ ويا توفيق ويا سعادة من تذكر في الدنيا فعمل بهذه الذكرى ليسفل عليه المقام في الآخرة يوم يتذكر الإنسان فنسبها للإنسان وباتبع لهم الجان لأن هذين الصنفين هما المكلفان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى برزت أظهرت وأدنيت لمن يرى لكل راء وفي الحديث يؤتى يوم القيامة بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها وبرزت الجحيم لمن يرى وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعرض العبد على ربه فيرى أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ويرى أشأم منه أي ساره فلا يرى إلا ما قدم ويرى بين يديه فيرى النار النار التي برزت لمن يرى فاتقوا النار ولو بشقه تمره تتقي بها غضب الله في ناره وعذابه في جحيمه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيمة هي المأوى إذن أسباب دخول النار سببان عظيمان رئيسيا الأول الطغيان كما طغى فرعون وكما يطغى الجبابرة وكما يطغى المعاندة والمكابرة وكما يطغى المتخلف عن أمر الله وعن نهيه عن طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وكل هؤلاء لهم من الطغيان نصيب لهم من طغيانهم نصيب يرجع الطغيان إلى طغيانين طغيان أكبر وهو الكفر والشرك والنفاق الأكبر وطغيان أصغر وهو في الذنوب والكبائر والتخلف عن الواجبات والفرائف السبب الثاني في أن تكون النار هي المأوى في قوله جل وعلا وآثر الحياة الدنيا قدمها على الآخرة آمل لها جمع لها هي همته هي هجيراه لا تساوي الآخرة في قلبه ما تسوى هذه الدنيا وقد مر في الحديث علينا في رياض الصالحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه أين في قلبه جعل الله غناه في قلبه وأدخله الجنة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه كلمة حصل قال ليها خافي روح كلمة جمعة قال خافي اذهب ما يشبع لو كان له وادي من ذهب بغى ثاني ولو كان له وادياني لابتغى ثالث ولن يملأ جوفه إلا التراب بوجه العدو وجعل فقره بين عينيه ولم ينل من الدنيا إلا ما كتب له تطير بالسماء ولا تغيص بالأرض ليس لك إلا ما كتب لك فأجمل في الطلب ولا تبلغ الدنيا في قلبك مبلغها لا في جاهها ومناصبها ومدائحها ولا في رزقك فيها ووظيفتك في هذه الدنيا فإن الجحيم هي المأوى جحيم يتجحمونها يتجدد فيها العذاب هي مأواهم هي نزلهم هي مسكنهم هي مستقرهم في عذاب دائم أبد سرمدي نستجير بالله من ذلك وأماما إذن عرفنا أن جهنم تكون المأوى بسببين رئيسيين الطغيان وأن يؤثر الدنيا على الآخرة ووالله يا أيها الجمع الكريم وبالله وتالله أيمانا بارا بها غير حانث لو نهتم لآخرتنا كما نهتم لدنيانا بالتساوي لصلحت لنا دنيانا وأصلح الله آخرتنا لكن ولو رحنا في عماها في سخائمها فبلغت الدنيا منا هذا المبلغ أهمت ألهام حتى لم تكتح العيناه بنوم هل أهمته الجنة والنار لا أهمه جاره أو زوجه أو ولده أو رفيقه أو مديره الذي غثه في عمله أهمه جمع الدراهم وبالتالي سهر ليله وتجافى النوم عن عينيه ومقلتيه لأننا اهتمامنا بالدنيا أعظم من اهتمامنا بالآخرة وهذا عطب ووالله هو العطب وأما من هذا الفريق الثاني لاحظوا كل ما مر علينا من السور يقسمهم الله إلى قسمين أهل إيمان وصلاح نسأل الله أن نكون منهم وأن نكون في مقدمهم وأهل فجور وطلاح أعاذنا الله وأجارنا منهم ومن حالهم ومآلهم وأما من خاف ربه خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى خوف هو مدار التوحيد والعبادة في تعظيم الله وخشته خاف مقام ربه في توحيده ربه وخاف يوم يقف بيديه في الدار الآخرة الثاني نهى النفس عن الهوى لم يستتبع هواه ويهجبل به هواه كل مطرق إنما لجم هواه ولجم نفسه بطاعة ربه ولهذا الهوى يعظم في النفوس إلى أن يكون إلها أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ويقصر حتى يكون لصاحبه مورداً يرده المهالك بلسانه بقلبه بعينه بسمعه بجوارحه لما؟ لأنه اتبع هواه حتى الهوى قد يكون في طاعة فيأتيك الشيطان في هوى الطاعة إلى أن يجيرها إلى معصية يرى شرأ باب همتك إلى الصلاة على الجنائز فيحثك عليها إلى أن تتمادى فتترك الفريضة وتكون عادة ما تكون عبادة وقلها في كثير من العبادات فيخلو من تلذذه واستشعاره بمعنى العبادة إلى أن تكون عادة لأن المسألة لعب فيها بهواه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن لي ما بين لحييه أي فمه ولسانه وضمن لي ما بين فخذيه ضمنت له به مع الله الجنة فإن الجنة هي المأوى ثم قال جل وعلا فيما ختم به هذه السورة يسألونك عن الساعة أيانا مرساها متى وقتها متى حينها متى تأتي هذه الساعة التي هي انقضاء الدنيا وإقبال الحياة الأبدية السرمدية بعدها حياة كاملة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الحيوان الحياة الكاملة يسألونك عن الساعة من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة سأله الأكابر والأصاغر سأله الأخيار والأشرار وعلم الساعة استأثر الله بعلمه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيثة ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير الآية من آخر اللقمان وهذه مفسرة لقول الله جل وعلا في الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو مفاتح الغيب هذه الخمس من ادعى علم الساعة فقد ادعى زورا وجورا ونازع الله في خصيصة من خصائصه في علم الغيب ولهذا بعث الله أشرف ملائكته من هو؟ جبرائيل إلى أكرم رسله من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم الذي قام عليه هذا الدين فقد روى الشيخان واللفظ لمسلم من حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فأخبره قال صدقت ثم قال أخبرني عن الإيمان فأخبره بأركانه الستة قال صدقت ثم قال أخبرني عن الإحسان فأخبره بركنيه قال صدقت ثم جاء السؤال الرابع ما هو السؤال الرابع؟ السؤال مخصوص وحط المسباح في مخباتك مجالس العلم فيها لعبا بالمسابح هاي يا ولدي هاي السؤال الرابع قال أخبرني عن الساعة فقال صلى الله عليه وسلم جوابا ذهب مثلا هذه من الأمثال النبوية قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل أنا وإياك سوى لا نعلم يعني ما في معلوم لا نعلم متى الساعة فإذا كان سيد الملائكة وسيد الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يعلمان متى الساعة فمن يعلمها بعد ذلك لا يعلمها إلا الله فيأتي من يهجول بالناس من مدعي الغيب ويا كثر من يقلدهم ويسمع لهم ويستجيب لقولهم إن الساعة تقوم عام الفين راح الفين وحنا في الفين وعشرين ما عيننا شيء ما قالوها يا أخواني وطارت بها قلوب وعقول وسيأتيكم من يدعيها أنها عام كذا وكذا وكذا ولهذا لما أخفاها الله علينا جعل لها مقدمات وإرهاصاتها في أشراط الساعة الكبرى والصغرى في أقسامها الثلاثة ما وقع وانقضى وما وقع وما زال يتجدد ويتكرر في وقوعه وفي أشراط لم تقع بعده فيما أنت من ذكراها ما عندك عنها خبر متى تقوم لكنه أعلمه بآلاتها وعلاماتها وأماراتها هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها وأماراتها فيما أنت من ذكراها ثم أنت أيها المكلف أينك عن تذكر الساعة الواحد لحظ رأسه يبي ينام هو يهوجس أنه مهب قائم من نومه ولا يهوجس بسنين طويلة يبي يسوي ويفعل ويروح ويجي ويجمع وينفق أما الذي يوقن فإذا وضع رأسه على الوسادة يستشعر أنها خلاص مهب قائم كيف يكون ذكره لأذكار النوم عندئذ بإيمان وتوحيد وحضور قلب إذا علم أن هذه بعدها موت قد يقبض الله روحه وهو مجندن مستلق على فراشه إلى ربك إيش منتهاها أي علمها في وقتها متى تقوم فيما يكون فيها حقيقة لأن أخبرنا عنها أخبار لكن لا نتصورها تصورا حقيقيا حتى نراها عين اليقين لأنها علم غيب إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر تخوفهم وتعلمهم وتعدهم وتتوعدهم من يخشاها يخشى ما يكون بعد قيام الساعة فالساعة لا تخشى بعينها وإنما يخشى ما يكون من قيامها من عرصاتها ولهذا الإيمان باليوم الآخر ينتظم في الإيمان بكم؟ بثنتي عشرة مرحلة ما هي يا تراء أثنى عشر مرحلة ها في جواب ذكرناها يا أخواني مرارا وتكرارا نسي آدم فنسيتم أولها أشراط الساعة العظيمة الأشراط المهيلة ثانيها النفختان ثالثها البرزخ وما فيه رابعها العرصات وأهوالها خامسها الشفاعات وأعظمها الشفاعة العظمى سادسها الأحواض وأشرفها وأوسعها حوض نبينا صلى الله عليه وسلم سم هذه ستة سابعها العرض تطاير الصحف الجدال المعاذير سابعها الحساب لا تون ما بعد أقبلنا على الصراط الحساب تعريف الناس بمقادير أعمالهم خيرها وشرها ثامنها ولا تاسعها ها حساب زين يا أخواني تاسعها الميزان والموازين عاشرها الصراط والقنطرة بعده ثم الجنة ثم النار مجموع ذلك الإيمان باليوم الآخر كأنهم يوم يرونها هؤلاء المخاطبون ولا سيما منكر البعث والكفرة الذين كذبوا بالبعث وكذبوا رسل الله فلم يؤمنوا بالله ويوحدوه كأنهم يوم يرونها أي الساعة التي منتهى علمها إلى الله كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا أي في دنياهم التي آثروها على آخرتهم وقدموها على آخرتهم كأن لم يلبثوا فيها إلا عشية ليلة وله بالليل كله العشي من حول العصر إلى غروب الشمس لأن الناس ينامون ويبقى المؤمنون يصلون وفي هذا الزمان يسهرون وشو عليه على ما تعلمون يا الله أن الشكوالك أو ضحاها كأن لم يلبثوا في الدنيا إلا ليلة أي أقل من ليلة أو أقل من نهار ضحى فقط وقد عاش في الدنيا ما عاش سبعين سنة أقل أكثر ما تكون في تحقق يقينه إذا قامت الساعة إلا كأن ما عاش في الدنيا عشية أو ضحاها ولا تستغربوا يرعاكم الله الحين الواحد منكم بلغ ما بلغ نقذ كانت يا أبو الستين ماذا تتذكر من سنيك الماضية دفتر ما تزلبوا صفحة صفحة إنما صفحات تتذكر من الدنيا كدرها وغثاها وشقاها وعيوبها هذا في الدنيا كيف إذا قامت الساعة كأن لم تلبث في هذه الدنيا إلا عشية أو ضحاها فإذا علمنا ذلك لا بل بعد العلم أيقلنا من ذلك فلا نغتر لا نغتر يا رعاكم الله بهذه الدنيا فما أسرع ما تمضي هذه الليلة ليلة السابع عشر من رمضان راح وأمس هني بعضنا بعضا بقدومه بل أمس دخول العام وأفول الناس من الحجيج هذا العام تصرم وكل ذلك من أعماركم وبما أودعتوه فيه من أعمالكم فيا سعد من ملأ صحائفه بعمل صالح بطاعة بأداء فرائض الله والمحافظة عليها ويا شقوة من مضت عليه الأيام والليالي تتابعت عليه الأسابيع والشهور ترادفت عليه الأعوام والأحقاب وهو يلهث يجمع لغيره يشقى لغيره أضاع دنياه فلم يحصل منها إلا ما كتب ربي وباع آخرته بالفلس بهذا الزائل بثمن الدنيا نسأل الله عفوه وعافيته فهذا يوجب الاهتمام والعناية والحرص ومع ذلك لا يسوء ظنك بربك انتبه أن تقنط من رحمته أن تيأس من روحه احذر ذلك يدخل الشيطان عليك فيه مدخل إذا تتابعت عليك هذه الأنواع من الوعيد فالقلب والعقل الضعيف يلج إليه الشيطان ويأسه ويقنطه من رحمة الله أما المؤمن الموحد الذي رسخ إيمانه بالعلم بالله فإنه يطير إلى الله بجناحين بجناح الخوف والخشية فيحجزه عن محرمات الله وتضيع فرائضه يحجزه عن الإثم عن اللسان وغوائله عن البطن وما حوى وبجناح الرجى يرجو ما عند الله يحسن ظنه بالله وثقته واعتماده عليه سبحانه وتعالى بهذين الطاء الجناحين تطير أيها الموحد إلى ربك ولهذا قال أهل السنة قولا ذهبا قاعدة من عبد الله بالخوف وحده فهو خالجي ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي من المرجعة ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبد الله بالخوف والرجاء والحب فهو مؤمن موحد لله صديق اللهم اجعلنا منهم اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ومأوانا واجعل الجنة هي دارنا وأنزلنا منها فردوسك الأعلى من الجنة نسألك ذلك بوجهك الكريم وأن لجها بغير حساب ولا عذاب لنا ولكم ولوالدين ووالديكم وذرارينا وولاتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات أحياء وأمواتا إن ربي جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا نقبل اليد اليسرى قال الله لموسى وما تلك إيش بيسارك ولا بيمينك تفضل أنت ما حضرت معنا أمس ولا درت الماضي يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات الأرض هذه تغدو جبالها فتكون كالعهن كالصوف المنفوش تذهب ارتفاعاتها وانخفاضاتها يهيئها الله عز وجل بأشراط الساعة الصغرى من زلازل وبراكين وأعاصير وبالأشراط الكبرى الثلاثة الخسفات الثلاثة العظيمة تتهيئ أرض هي أرض المحشر مسطحة مسطحة كالزولية كالفرشة الارتفاع وانخفاض كلهم في صعيد واحد يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد والقاخر والله أعلم نعم نعم وش يفيد إنها كروية ولا كم مثرة ولا مصطحة يفيدكم شي انشغلوا بما يفيدكم اللي ما يفيدكم لا تنشغلون به بس بعض العلم ينفع وبعض العلم الأرض كروية ليست كالزولية أنها تنتهي منه ومنه وخلاص وتطايح اللي فيها هذا من دحو الله لها والله أعلم سم الإيمان باليوم الآخر إيمان بهذه المراحل الثنتي عشرة وش رايك وش هقوتك وش هقوتك بالمؤمن عند الاحتضار وعند رؤية شراط الساعة وفي البرزخ وفي البرزخ حين هو وعمله زاده معه زاده وعمله فإما يسعد وإما يخاف وإما يشقى كل بحسبه الله المستعان سم وش أي أي ما تاب منه من ذنوبه مرصود في كتابه نعم ما فعلت من الذنوب ما فعلت من الآثام ما ضيعت من الفرائض مكتوب في الكتاب لكن مشطوب عليه محاه ربي بتوبتك إذا تبت ومحاه بأوبتك إذا أبت مثل التاجر تجي تاخذ منه بضاعة تاخذ منهم داينة يكتب عليك ويشهد فإن سدد تشطبه وانظروا في دفاتر أهلكم وجدانكم ترون هذا كتاب ربي أعظم احصي على الإنسان كل شيء احصي عليه كل شيء لكن ما عمل من ذنوب محصات فإذا تابت توبة النصوحة محيت وذهبت ولهذا يتجدد النعيم للمؤمن في اليوم الآخر إذا رأى أن ذنوبه التي عملها وتاب إلى الله منها محيت فيستبشر ويفرح ويرى حسناته التي فعلها وقبلها الله منه أثبتت فيزداد سرورا ويعظم حبورا ولما جاء عمر العاصي رضي الله عنه يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام كما أخرجه مسلم في الصحيح فمد بسط عمر يده فلما بسط النبي له يده كف عمر يده أعمل ذكاءه رضي الله عنه في هذا الموضع فانتفعت منه أمة الإسلام قال ما هي عمر قال إني أشترط يا رسول الله قال وما ذاك قال أن يغفر الله لي كل ما سلف مني وكان قال أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها قال نعم يا رسول الله فمد يده وبايعه التوبة محاية والإسلام يهدم ما قبله مهما كان فالله يجعلنا وياكم من أهل دينه وأهل ولايته وأن لا يفتننا ولا يضلنا بعد إذ هدانا والله أعلم نعم نعم فضل يقول إذا مرض الإنسان قبل موته ألا يكون هذا من فضل الله عليه قد يكون من فضل الله عليه وقد يكون من عذاب عجل له أنه عجل له عذابه ومنها الحمى لكن المؤمن يجعل مما يجري عليه مما يغير مألوفه في حياته ذكرا هذا البرد وهذا الحر لك يا أيها المؤمن ذكرا وعند الناس لا والله اليوم برد وأمس حر نظر قاصر وفهم بليد المؤمن لا يتذكر بحر الدنيا حرا آخر أعظم وببردها بردا آخر وزمهريرة تمره الحمى يمره الألم يمره الأذى يعتبر به في يوم القيامة ويؤمن على الله أن يكون هذا الأذى وهذا المرض ماذا غاسلا له من ذنوبه هذا يؤمله المؤمن من ربه جل وعلا وهو له ذكرى أنت أيها المبلي بالسرطان الله يعافينا وإياكم وأنت أيها المبلي بالتليفات وأنت أيها المبلي بالجلطات ترى ها نعمة من الله لك تتذكر ما باقي إلا شوي ضف ضف قشك سنع أمرك لأنك إن عشت هذا الشهر ما عشت الثاني إن عشت هذا السنة ما عشت الأخرى أي هذا ولا موت الفجأة ينام ولا يقوم واجف منطيح أيه أنفع له المرض إذا تذكر وأما إذا رجع للدنيا وعلق قلبه بأسباب الدنيا حتى صارت هي المعول صار المرض عليه وبال أفسد المرض دينه وعقيدته ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله وسلم على نبيه وعلى آله وصحبه ومن وله ترجمة نانسي قنقر